خلاص احنا مستقررين على ان يوم الحد بنتكلم فيه على ازاي نتعامل مع بعض الحاجات اللي ممكن تكون بتمثل معوقات في الوصول للتوافق الزواجي او الوصول الى الرضا الزواجي او السعادة الزوجية وعشان كده لابد نقف معاها بتأني لان الحاجات دي اذا احنا ما تعملناش معاها ممكن تتفاقم وتعمل مشكلات كبيرة جدا في الحياة الزوجية لا اقدر الله ممكن توصل للطلاق فيه سؤال كده مهم احنا لازم نسأله لنفسنا لان بعض الاحايين لما ما نسألش الاسئلة المهمة في وقتها ممكن الاسئلة دي تتحول من كونها مشكلة الى ازمة منها مثلا سؤال هل كلمة لقى دايما في البيوت تكون معناها معنى سلبي يعني مثلا كلمة لقى ان انا مش هاعمل ده هل ده معناه معنى سلبي معناه ان انا مش بحبك معناه ان انا مش موافق معناه ان انا متمرد معناه ان انا مش هقدر اعمل الكلام ده لان انت ما تستحقش وهل هي كلمة لقى دي بتوحي بمعنى الرفض المؤذي نفسيا طب انا بقول كده ليه بقول كده عشان الزوج والزوجة يعرفوا ان كلمة لقى في الحقيقة في بعض الاحايين بتبقى مهمة جدا جدا للاتزان وبتكون مفتاح للسعادة ما بين الزوجين لما يعرفوا يقولوها امتى ويقولوها ازاي نركز يقولوها امتى ويقولوها ازاي ادرب لكم مثال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له سيدة عائشة عن السيدة خديجة الكبرى عليها السلام قالت له ايه لقد ابدلك الله خيرا منها قال لا والله اه يبقى الوقت ده السيدة خديجة لها عرض السيدة خديجة لها مكانة السيدة خديجة لها حق ما ينفعش التعد عليه قال لا والله لا والله دي بتفكرني بما فعلته السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها دسروني دسروني زملوني زملوني وخاف حضرت النبي لما نزل عليه الواحي فقالت له السيدة خديجة لا والله لا يخزيك الله ابدا يبقى كلمة لا في بعض الاحيين تخيلوا كلمة لا يعني كلمة انا مش موافق او كلمة ان الكلام ده تما يصحش او كلمة الكلام ده ما ينفعش يكون او الموقف ده يجب ان يحصل فكلمة لأ بتكون واجبة في بعض الاحيين زي ايه امتى الحالات ان كلمة لأ بتكون واجبة بتكون واجبة مش ان احنا كويس ان احنا نقولها لا 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 دي واجبة زي ما نقول لأ للعنف ده واجبة او نقول لأ للإدمان او نقول لا للعتمادية ان في حد يسيب مسئولياته ويعتمد على الآخر ويبقى الجواز من طرف واحد لازم يتقلأ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلومة فالصحابة قالوا له ايه فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال حضرت النبي ان ترده عن ظلمه يبقى لأ هنا لما بتتقال بتتقال عشان ترد الظلم وترد الظالم عن الظلم يبقى كلمة لأ دي قرار والقرار لازم يبقى مبحوث ومدروس فما ينفعش نقول كلمة لأ من غير بحسي ومن غير شكل ويكون لأ دي عشوائية او تكون لأ دي عبثية ولأ مش ثنائية لأ ولا نأم ولا نعم ولا لا دي جزء من اختيارات كتيرة فممكن تكون ممكن عشان هي اختيارات كتيرة ممكن تكون لأ دلوقتي زي مثلا ما نعمل مع اولادنا احنا اولادنا هزين يلعبوا لأ دلوقتي لكن ممكن يبقى بعد شوية ممكن زوج مع زوجته زوجته بتقوله احنا لازم نشتري شقة دلوقتي وهم عندهم ازمة اقتصادية وما فيش قدرة فيقول لها لأ دلوقتي واوعدك اول ما ربنا يفتح علينا نعمل الكلام ده لو هو ما قالش لأ في الوقت المناسب وهي كمان ما قالتش لأ في الوقت المناسب يعني مثلا على سبيل المثال هو بيقول لها لو سمحت انا احكي الام اللي بيننا واو ان هو بيحكي الام اللي بينهم فهي تحس ان هي للأسف وكأنها حصل لها تعري فتقول له لأ ما تحكيش لامك يبقى ايه اللي حاصل يبقى لأ هنا جات في وقتها وجات بعد دراسة فلازم يبقى فيه دراسة حقيقة للحالة يبقى لأ دي ما بتتقالش عمالة على بطال طب لو تقالت لأ عمالة على بطال يحصل ايه يحصل ان شريك الحياة يحس بالرفض ويحس ان هو مالوش اهمية ويحس ان هو مالوش خاطر ويحس ان هو مش موجود في حياة الطرف الاخر طب لو بطلنا نقول لأ على الاخطاء مش هنعرف الخطوط الحمرة ومش هنعرف الحاجات اللي ما ينفعش لازم هو يقول لها لأ ما تفتشيش في تليفوني وهي تقول له لأ ما تفتشيش في تليفوني اللي اتنين اسرارهم لأ فكرة ان لأ هو يدور في تليفونها زي ما هو عايز وهي تدور في تليفونه زي ما هو زي ما هو عايز لأ ان هو يشك فيها لأ ان هي تتجاوز في التعامل مع ناس هو ما بيحبهمش لأ يبقى لما تيجي تقول لأ لازم نعرف ازاي نقولها من غير ما نكسر حاجات كتير وخاصة من غير ما نكسر الخاطر لان في ناس كتير تقول والله انا راجل واضح ويا ست تقول انا زي السيف فتقول لأ فهي بتقول لأ تقطع حبالي المواد ده وتوجع الراجل فتحسسه بعدم رجلته وهو كمان يقول لأ يحسسها ان هي ملهاش مكانة ولا لها اهمية ولا لها خاطر وعشان كده احنا عندنا حاجات بنقولها للستات زي مثلا الطاعة النبيلة او الطاعة الرشيدة والطاعة الرشيدة دي اه الست فيها ما بتقول ليش فيها طاعة ما فيهاش لأ بس ده بيكون لصالح البيت وان البيت يكون بيعيش بشكل معتدل وما بتكونش الطاعة دي عمال على بطال حتى لو في الاخطاء يبقى اذا ساعتها الطاعة النبيلة ده هو جناح التاني بتاع لأ الرشيدة تعالوا نقول كده زي ما فيه طاعة رشيدة فيه لا رشيدة اللي هي ايه اللي بتكون عند الخطوط الحمرة فمن الاشياء اللي بنقول فيها لأ ان ما ينفعش مسلا الاولاد يشوفوا الاب والام بيدخنوا وما ينفعش مسلا صوتهم يكون على طول عالي وبيشتموا بعض بألفاظ انا اسف يعني اقل ما يقال عليها ان هي مش مناسبة فده يتقال له لأ ده يتقال له لأ بس يتقال له لأ ازاي فهنا ما ينفعش الزوج يقول لي زوجته انت عتخوفيني او انت عتخنؤيني لا هي مش بتخنؤك ولا بتخوفك ده هي بتردك عن ظلمك بتردك على انك تسمم حياة اولادك لكن ده بتوصلك وبتساعدك على انك انت تكون ناضج يعني هي بتطبق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولزلك مسئولتنا مسئوليتنا ان احنا نقول لا في الوقت المناسب مسئوليتنا على فكرة بتتغير وتوصفنا في الحياة كمان بيتغير وده مش معناه اننا بنفقد اولادنا وبنفقد كمان شبابنا لما احنا بننضج لا 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 خالص ده احنا لما بننضج بننتقل الى طعم جديد للحياة مهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان بس الناس تنضج وما تبقاش تفتكر ان لو حد قاله لا عشان ينضج او عشان يخرج من مساحة ضيقة من المعرفة الى مساحة احسن لا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا ان النضوك ده حاجة ايجابية وليست حاجة سلبية بالعكس السبات على الشيء وعدم النضوك ده نوع من انواع الضياع ونوع من انواع كمان النقص حضرت النبي يقول من كان يومه كامسي فهو مغبون فالشخص اللي واقف محلك سر ده وما بيتقدمش بيظلم نفسه ولازم يغير من نفسه ولذلك المدة الطبيعية للتغير في حياة الانسان خمس سنين على الاقل فكل خمس سنين لابد ان الانسان يحصل له تغير وتطور ولذلك حديثي الزواج بينضجه فترة تتراوح من ثلاث سنين لخمس سنين عشان الاختلافات على القيادة وكمان على مين المعيار والاشياء التي شبهت ذلك تكون تكلموا فيها وتخلصوا منها وبعدها تيجي المرحلة التانية المرحلة اللي فيها بينظر المستقبل ويعملوا ايه في حياتهم في حياة اولادهم وحياتهم المستقبلية كمان وساعتها ايه اللي بيحصل انا اعمل ايه واحنا بنحوش ولا لأ ويبتلوا المرحلة بعد كده التالتة المرحلة اللي فيها هو احنا مش محتاجين نجدد حبنا مع بعض ونعمل ايه للاولاد عشان نختلهم افضل اختيارات تساهم في ان مستقبلهم يكون مستقبل صحيح ونزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال الكيس من دانا نفسه وعملا لما بعد الموت فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل واحد لازم يعمل للمستقبل وانه هو لو ما عملش للمستقبل على فكرة حضرت النبي مش قصد بس ان الكيس هو من دانا نفسه وعملا لما بعد الموت والعمل لما بعد الموت بس لكن حضرت النبي بيعلمنا ان في نظرة مستقبلية لازم نهتم فيها بمستقبلنا فملف الأولاد وملف المستقبل لازم يكون حاضر لكن كمان لازم يكون حاضر ملف الزوجين مع بعض وهم الاتنين بيكبروا مع بعض وبينضجوا مع بعض فبعد ما كان ملف الأولاد في أول عشر سنين واخد كل الوقت بيرجع تاني ملف الزوجية يكبر لما هم كمان في الغالب بيكونوا وصلوا إلى منتصف العمر منتصف العمر على فكرة مش لازم يبقى أزمة ممكن منتصف العمر ده تيكون فيه أزمة وممكن يكون منتصف العمر ده تنضوج ويبقى كل واحد فيه استوى على سوقه وبلغ أشده زي ما جيه في القرآن الكريم فيبقوا ساعتها في أفضل فترات حياتهم لأنهم نضجوا مع بعض ففي لأة أساسية لازم تتقال عليها لازم نتفق عليها وعلى فكرة ولأة الأساسية دي بالمناسبة يعني احنا ممكن نتفق عليها في فترة الخطوبة ولأة الأساسية دي بتبقى لأة على الخطوط الحمرة يعني لأة للمخدرات لأة للخمرة لأة للستات تقولها كده الستة بشكل واضح ما فيش علاقات نسائية ما فيش شرب ما فيش مخدرات تقول بشكل واضح لأ أنا دايما فيه دايما في تدريب المقبنة على الزواج بنقول لهم قولوا لأة بشكل واضح على الخطوط الحمرة بتاعتكم ويبقى دوت هو ده الصح زي ما هي بتقوله لأة على أشياء هو ممكن يقول لها لأة على أشياء أساسية عنده زي لأة عن إفشاء الأسرار البيت لأة على إنك انت تتطولي علي لأة على إنك انت تعيشي بشكل غير متزن كل ده بيتفق عليه الخطوط الحمرة دي دي واجب إن احنا نقول عليها لأة ونوضحها البعض قبل الزواج ولو حصل إن وجدنا عندنا مشاكل اقتصادية مفيش مانع إن احنا نقول لأة للبرندات ولأة للمركات أو لأة للأكل بره الغالي اللي في الحقيقة هيعمل لنا مشكلات اقتصادية كتيرة فمفيش مانع إن احنا نقول لأ كمان لازم هي بالمناسبة بما إن احنا جبنا سيرة الأكل من بره هي لازم تقول لأة للبخل برضو يبقى لازم اللقات اللي بتتقال عشان بعد كده يبقى الأمر ويبقى المسألة زي ما بيقولوا كده على نور لأن في الحقيقة في مشكلة إن الست مش فاهم عقل الرجل والراجل مش فاهم عقل المرأة فلما يقولوا خطوطهم الحمرة من الأول الأمر هيحصل توافق ولذلك شوف المرأة العاقلة زينة بزوجة شرايح القاضي لما إلا حاصل قالت له إني امرأة غريبة عنك رايحك أول ما في ليلة الدخلة في إلا حاصل خلاص بعد ما صالوا الركعتين جاي يسلم عليه قالت له على رسلك وبدأت تعمل خطبة طويلة منها إنه قالت له إيه إني امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب يعني قل لي إيه اللي أنت بتقول ماذا تحب اللي أنت بتقول عليه أيوان عايزه وقل لي ماذا تكره يعني قل لي الحاجات اللي أنت بتقول عليها لأ فقال إني أكره يعني أنا بقولك لأ إني أكره وأني ملني أختاني يعني ما مش عايز يحصل بقى زيارات كتيرة جدا 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 بيني بين لأهلك لدرجة إننا يحصل بيننا والعزب الله مشاكل يبقى لازم بشكل واضح حتى في حياتنا دي ايه المشكلة ان الزجين يتفقوا على اللقات يتفقوا على الخطوط الحمرة يبقى لازم زي ما فيه لقا جزئية لازم يبقى فيه لقا عامة فيه حاجات ما بنهوبش ناحيتها زي ايه زي احنا ما بنهوبش ناحية الالفاظ البزيئة ما بنهوبش ناحية الضرب لقا وافضل حاجة ان اللقات دي زي ما قلت تتقال فين تتقال من الخطوبة وعشان نقول لا بطريقة ايجابية ممكن نقولها بصيغة لطيفة محترم ومؤدبة لو سمحت احنا ما بدئنا واخلقنا ما تسمح لناش ما تسمح لكش بكده وما تسمح ليش ان انا ارضب ده وانت كمان مش لايق عليك الطريقة دي في التعبير وانت في عيني اكبر من كده ساعة ما يتقالي الكلام ده انا اظن الكلام ده اتقبله تعالوا بقا نقول شوية اجراءات عشان نتعلم نقول لا اف وقتها وما ننتظرش لغاية ما المشاكل تكبر وساعة ما المشاكل تكبر لو قلنا لا ساعتها لا بتتفسر على ان هي عناد او تمرد او حد عايز يكسر حد او حد عايز يدايق حد يبقى اول حاجة اول اجراء بنعمله لازم كل بيت يبقى واضح فيه الخطوط الحمرة بدل ما نصدعونا على مين لازم عليه يعمل ايه ومين مش لازم عليه يعمل ايه تعالوا نتفق على حاجات تخلي البيوت في حالة اتزان تعالوا نتفق على ان فيه خطوط حمرة ما تتعملش في البيوت يبقى اول حاجة ما تتعملش في البيوت مفيش باي شكل من الاشكال عنف في البيوت يبقى لأة للعنف ولأة كمان للمخدرات والادمان ولأة كمان للعلاقات غير المحترمة ايه يعني واحد جاي متجوز وعايز يحتفظ بعلاقاته اللي قبل الجواز بعد الجواز ده ايه ده ده حاجة غير محترمة وحاجة لابد ان هي تتوقف يبقى ده لازم يتقال له لأة لازم يتقال له ده ما يصحش ده لازم يتقال له ما ينفعش كده ولازم يتقال كمان لأة لوجود ناس وجلسات مش مناسبة في البيت الجلسات اللي مش مناسبة اللي فيها شرب او فيها تعاطي مخدرات فيتقال لها لأة فاحنا البيت ده هيدخل الناس لأسباب اجتماعية مش لأسباب تتعلق ولا عياذوا بالله بأي نوع من أنواع الحرام فيتقال لها لأة ببساطة خالص يتقال لهاة ان محدش هيتعدى خصوصيات التاني يعني ايه ما يتعداش خصوصيات التاني جزء كبير من علاقة الست بأهلها الزوجة بأهلها والزوج بأهله جزء منها كبير من الخصوصية فيتقال لأة محدش يتدخل في خصوصيات بين الأهل يتقال لأة بشكل واضح يتقال لأة بشكل واضح لإفشاء أسرار البيوت يتقال لأة بشكل واضح كمان للحاجات اللي بتجرح الكرامة ويتقال لأة لراجل مش عايز تحمل مسؤولية بيته ورام الحمل كله على مراته وهي مش عارفة تصرف ازاي في البيت ومش عارفة تصرف ازاي على البيت يتقال لأة كمان لأي حد بيستغل التاني وبيبتزه عاطفيا فده كمان يتقال له لأة وأهم حاجة إن احنا دايما نقول لأة للنكد نقول لأة لكسرة الانتقاد نقول لأة لكسرة الشكوى نقول لأة لكسرة اللوم لو عملنا كده فاحنا بنقول لأة ونستخدمها صح وساعتها عن نكون في راحة بال وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكون دايما من أهل الحكمة ومن أهل النضوط يا رب الهمنا الصواب وعلمنا دايما نكون من أهل الاتزان يا كريم يا رب العالمين